السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشتبعي الكرام مرحبا بكم على قناتي عقارات أملاك الخاصة بالإشهار العقاري مرحبا والف مرحبا بالناس لأول مرة تشوفوا القناة وكذلك الناس اللي متابعين من قبل المهم اليوم كيفما تشوفوا غادين في الطريقة نصوروا واحد المنزل اللي هو معروض للبيع إن شاء الله المنزل تتواجد بعين سبع بتجزئة الواحة جوج الفضل عين سبع المهم كيفما تشوفوا الطريقة رها ديالترام تدوز منها الترام دفعا نمشي للتجزئة التي تواجد بها المنزل رها قريبا المرجان مبعدش المرجان تقريبا واحد خمسة دقيق على جليك المهم هذا هو الحي بالطريقة اللي تتواجد فيه المنزل ديالنا ديال اليوم المهم هنتم غنضرو دابل الزنقة وغتشوفوا معايا الحي اللي تتواجد فيه وكذلك المرافق اللي كينا تمع هنتم هادي هي الزنقة شوفوا معايا الباب هاد الكحال هادا هو اللي تتواجد فيه المنزل اللي معروض اليومه في الطابق الصفلي والطابق الثاني والطابق الثالث واسطح مصلوح المنزل رها كله معروض للبيع انتم ما تتشوفوا كانوا دير المجازة هاد الباب اللي كبير رها خارج من هاد المنزل هذا دير الباب ديال حديد على الانتخي ندخلوا دابل المنزل تنشوفوا الطابق الصفليتي تكون من جزء صالونات مفتوحين كان في الاول دير المجازة ولكن عقب فتحوه داروه اه صالون مفتوح على صالون اه كيف ما شفتوا غتشوفوا معايا المنزل رها مصلوح جيدا من الارضية برخام وكذلك مصلوحة بسباغة الاستيكو والقبص كيف ما شفتوا قبص عنيق المنزل الرهنقي يمتابعوني حتى الاخر تشوفوا معايا كل شي اه شراجم تشوفوا اتجاهات مختلفة دير المنزل هذا كين تشوفوا القدان وكذلك اللي تشوفوا اتجاه ديال الشمش طابق الصفليق انه فيه جزء صالونات مفتوحين وفيه مطبخ وفيه حمام المنزل المنزل 2 متر مربع 2 متر و 2 متر و 2 متر يعني بحالة عندك واحد المنزل 180 تقريبا للسكنة المهم سوف نشوفوا الطابق الصفلي ومن بعد ننتقلوا الطابق الطابق الأول والطابق الثاني وكذلك تشوفوا معايا السطح مهم هذا غمشيو لدابا كين المطبخ انتما المهم هد المنزل راح قرب كينة كينة الجامعة ديال اقتصاد القانون وكذلك ونسي جي ديال التجارة وتسير وكين كذلك المحكمة قريبة لي ومرجان يعني الطرام ديز على الشارع كيف ما شفتوه مرافع كثيرة تم مكينة قريبة للسوق هذا المنزل هذا هو قريب السوق كين مدارس بريفي ومدارس بيبليك يعني المدارس مختلفة تم مكينة تاقسيات البيضين وكينة تاقسيات الحمرين يعني التاقسيات تدو الحي والبرنوسي يعني ما عندك مشكلة في الترانس بور الناس اللي باغين هاد المنطقة هذي وكذلك كين حتى الباركين ديال السيارة ماشي في تحت المنزل ولكن باركين سطحي هذا المطبخ كيف ما شفتو يعني كله بالبلاكارات بالعود التحت و الفوق يمخدوا فكرة على هاد المنزل هذا والناس اللي باغينو تسولوا العين سبع ومنطقة زوينة ما فيهنش الاقتضاد البشري يعني تم هذه التجزئة بالفعل صراحة مشي تصورت ولكن ما فيهنش قوة الهراج والرواج بالزف يعني بعيدة على الرواج بالزف للبشر سيغتو انها جات معزولة شوية ولكن رهاع الشارع هالتجزئة طرعين تم مكينة فقط الفيلات وكذلك لزبارت موبحة الماكاية مواليهم ماشي اقتصادي اقتصادي يبقى على الشارع ولكن هذا جو اتجاه الموبلاد مواليهم ستشوفوا معي كل شيء ان شاء الله كل شيء في الفيديو هذا الحمام الحمام التحت كانين ثلاثة الحمامات في هذا المنزل هذا كل طبقة في الحمام منغسة الحمام باستعمل حمام اضع لاخل بريض لحصة شوية اضع منغسة مصري لحصة منغسة لحصة وكذلك مصري لحصة وكذلك سأخذ ورقة ديولو ناضين. الناس اللي بات يسولوا على الورقة المنزل يعني مسائل قانونية ديالو كلها كينة. ورقته القانونيين كينين واجدين. هاد المنطقة هدي بالناس اللي بغين انهم قريبة الجامعة وقريبة كذلك المرجان قريبة المحكمة قريبة يعني موقع صراحة استراتيجي جميع المرافق متوفرة الماكينة. كين السوق قريب لهم قريب 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 بزاف المنزل. ما بعيدش بزاف. دبا تنطلعوا لطابق الاول. من مرة تشوفوا معايا الطابق الاول. طلعنا في الدروج. كين هنا حمام على الطلعة القوة واحد الحمام. عمتمات هو ديجا انه مصلوح وديلي هاد سيغي ديلا تجليج هذا. حمام كبير. طوابق تختلفوا في الفصالة. كل طبقة ديلي لفصالة ديالها. طابق تستغل يعني الصغر اليومي. ولكن طابق تاني فصلينو هكذا يعني غرف. ما تشوفوا مايا. تابعوني على الفيديو. هدا يعني سيجور هنا جافة الكوة هذا. ممكن انه تستغل في فريشة. كين هنا ثلاثة الغرف. فد البلايسة هذي. فد. فد. فد البلاسة يعني ذي جمع زولي الغرف بحضهم. هنا كين غرفة النوم ذي اللي ها بلاكار فيكس. وصبغينها بالسباقة. سباقة العنبرة بالموف. كيف ما شفته. و القبص يعني الشقة كاملة مقبصة. للتحتانية و للفقانية و للحتى الثانية. كين والتشغل ي تشوفوا. ايه. كين يلي تشوفوا فتجاه القدم و كين يلي تشوفوا يعني في إنته تغرب الشمش. هذا الشرجم للشررجم كبار يعني معرضين للشررجم دير المكبار. و دير اللي هم كونيس هذا هو الحي الذي يتواجد فيه لنأخذ صورة من الشرجم فقط المنازل كونيس شقاء كانوا طالبين ٨ طالع نظر الظروف يوجد ركود في المنازل وكذلك الشوق نقصه 8 مليون المنزل وقابل للنقاش الموقع هذا غرفة أخرى الشرجم في الزنق نستخدم صورة من الشرجم على الشريع الطريقة التي تبانت الطرام وكذلك التقسية الديزل هذه غرفة جليج استخدم الجليج المنزل كله مسبوق سباغة العنبرة المتبار غرفة الوع variation الضرب الغرفين خباب غرفة خلفي هذي غرفة دينها بيت الخزين يعني ما ما صورناش من الداخل يعني مسدودة دين فيها مسائلهم الخاصة نظر ان صحاب الشقة ما تسكنوش قال لك فاد المنزل هذا يعني محول للمنزل آخر هذا البيت خازنين فيه الخصوصيات ديالهم هذا الكواكب ما شفتو قلنا يعني ممكن يجي فيه تفريشة هذا هذا الاتجاه تطل تجاه ديال من ركش هذي تجاه هذي دبا تنطلعوا في الدروج تنمشوا للطابق الثاني كيف ما شفتو الدروج مسلوحين مزيان ديني اللي يوم الحديد طابق الثاني ديني اللي يفصالة أخرى هتشترجم هذا يعني تشوف تهو اتجاه ديال اللي يجي الدروج سوو تدخل الشمش وهنايا كين سالون ديجا ديري الليه يعني في صالة بلدية في القرص وكذلك حتى في الزليج ديالو قرص وزليج بلدي صارون را كبير صراحة تصوير رقمة ما سيعطي لكمش الحقيقة ديال الشقة فقط فكرة وتتخطوا افكار والناس اللي مهتمين تصلوا بالرقم اللي غدا نخليه على شاشة الفيديو ديال اصحاب الشقة المهم شد لكم الرقم ديال هم ماشي تصلوا بيا انا المهم في كل سال احوال اي رقم شد لكم مرحبا بكم اه تمن قابل للنقاج قلت لكم مية وخمسين مليون المنزل كله من تحت حتى الفوق اه موقع استراتيجي جميع المرافق قريبة ليه قريبة ليه تران قريبة ليه مرجان قريبة ليه جامعة قريبة ليه كذلك المحكامة قريبة ليه الجردة ديال العمالة هي كذلك يعني العمالة سييرة قريبة موقع صراحة يعني اي واحد يتمنى يسكن في هذه المنطقة هذه بالضبط هذا اطلالة اخرى من تيجا اخر ديال الغرفة الماشي بتورا ما كينش لبني وراها انتم ما تشوفو هنا تنطلوا من الشرجم ديال الطابق الثاني انتم ما تشوفو الطرامع وتنديز من من احداها الناس اللي اول مرة يشوفوا القناة ديالي راهي قناة خاصة بالاشهار العقاري مرحبا بكم الناس اللي بغين هكذا شوقاق راكيني شوقاق متنوعة في الدار بيدا كين في عين السباع كين كدلك في سيدي مومن في الازهار في الولفة يعني شوقاق مختلفة في القناة ما لكم الا تابونوا باش بقي يوصلكم كل ما هو جديد هادي غرفة اخرى كيف ما شفتو يعني هنا كينين جوج غرف وكين صالون كبير وسيجور مهم قتلكم الناس اللي اول مرة يشوفوا القناة راهي قناة خاصة بالاشهار العقاري مرحبا بكم والف مرحبا تنقول لكم معليكم الا تابونوا باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد القناة راهي قبل الشوقاق سكن اقتصادي هكذا شوقاق دي المقاولين شوقاق دي بدون ريبة كذلك الناس اللي ما بغينش الفنكا يعني كيني شوقاق دي المقاولين يتعاملوا بلا ريبة مهم تنقول لكم اللي اعجبكم شي حاجة مرحبا بكم معليكم الا اتصال ماشي تشليكم الرقم ديالي خليوا اوديو على الواتساب ونجوبكم في ان شاء الله او خليوا تعليق مهم هادي غرفة اخرى كيف ما شفتو تهي يمفرشينها دلنا هنا غرفة النوم الشراجم كلهم كبار كلهم بالغرياجات سباغة كلها بالعنبرة يعني ما تتمنى في هذا المنزل هاداكين نقول لكم ان شاء الله لعجبكم معليكم الا انكم تتصلوا باصحاب الشقة اللي قد نخلي الرقم ديالهم عفوا انت نقول لكم الشقة المنزل هنخلي لكم الرقم على شاشة الفيديو مهم ده بغان طلعوا السطح سطح صراحة دقالة او ممتاز صالحينو في واحد الاصلاحات زوينة ديرين بلاست سبين يعني المكان بيت السابون وكذلك ديرين بلاسته في انتدوزو العيد الكبير عيد الاضحى ونديري اللي ها واحد المسيطارين ها على الشمش وديرين في واحد تفريشة مهم انتم ما غتشوفوا بعينيكم يعني سبق الاحداث هانتما هادي بيت السابون هادا مستغل انه فقط هكذا التصوين الناس اللي بغان يحطوا هكذا شوقاق للبيه تصلوا بيه على الواتساب وبرتاجوا الفيديوهات ديولكم او كنتم مصورينهم مرحبا مكتوش مصورينهم مرحبا نجيو نصوروهم المهم هذا هو الاسباس اللي مستغل لينو هكذا تفريشة كما شفتو ديرين واحد ستداري تم مكنارا هم ديجا مصوري على الشمش ما صورش سيبراسيو وديرين واحد الخصة هناك كما شفتو مهمتا نتمنى هاد الفيديو وهاد المنزل هدا يكون الاعجاب ديالكم وان شاء الله اللي يعجبوه ليسر ليه اللي معجبوش ليسر ليه في منطقة اقرة المهمتا نقول لكم اسلامة الى فيديو اخر ان شاء الله ولا تنسوا اللايك واشتراك القناة ليسي لكم كل ما هو جديد من طرف قناة عقارة امالك الخاصة بالاشار العقاري ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله استودعكم في حفظ الرحمن مع السلامة اشتركوا في القناة